السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن نسلام أنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيردي زاد قناة اليوم اللي غدينتكلموا على العاب إن شاء الله برب يكون في الجزائر في أوت إن شاء الله ولا وهو حسام عوار يشعل الصراع في أوروبا وأرسنال ينسح بسبب كورونا وانخطف النجم الجزائري الواعد حسام عوار الأضواء هذا الموسم مع فريقه ليون الفرنسي ما جعله محل اهتمام أندية كبيرة في قرى العجوز من الريال مادريد إلى منشيستر سيتي والأرسنال والجوفنتيس وليفيربول وغيرها من الفرق الكبيرة غير أن المطلب المالي الكبير للنادي ليون قد تصرف عنه أنظار بعض الفرق الطامحة إلى ضمه وفق ما ذكرته أمس تقارير إعلامية إنجليزية هذا اللعاب الجزائري وإن شاء الله يكون من ناصيب الجزائر إنه ابن الجزائر خاطر نجم الجزائري لازم نقوله نجم الجزائري قال للعابين لو فماك ما شقاش تهدر عليهم تيكونوا تاوعك تتكون انتيا ولادك فماك أهدر عليهم كيكونوا ولادك انتا قولهم ما يجوشي يا الخوانا كي تكون انتيا قاضب ليون قوله ما شقاش تجي ولا عوار تكون تعرفوا الجماعة مآه ولا ترضع من عنده الحليب قولوا ما شقاش تجي جايا ما تجيش تهدر على اللعابة لي في فلونشا فلونشا تعبابك انت يا الله يحلها لكم ما تجيش تهدر على اللعابة لي في فلونشا تتكون فلونشا تعبابك انت كلب ماك قادر يقيسك ما بين ليلى وضحى هالبك نورمال يقيسك يضحو بك من كلب كلب ما يحسنون بروحه فرنسي الله يحبو يستطر هل سوف يقرأ الله لك السلام عليكم السلام عليكم كالدفلة يدفلوك ما الذي يدفلوك؟ الله لا يدفلوك قال الآن نهدر على فرنسا نعرف لي غادي كومنتين نشوف كنشوف نشوف اللوغو تاك بلا ما نقرأ نعرف ليك تعير فيها الدافع على فرنسا قادوا انت شاء الله فرنسانتي يدفلوك نورمال يخرجوا كل الدفلة خدم يدفلوك لا يدفلوك ا�도 بجدراما في بلادك ونعم في بلادك تجد فتاك بقيت يريد الأمام ايضحو حاجة هنا عن مشاوه فسبح مجدد نعم إن كان طيب من لك إنه تجد أن تكون قد لا يدفلوك انتظروا من تزدوا من تفتحوه انتظروا انتظروا والذي يقول أن يخلص أو أخر يجعل البلاثة الود نابوليوم هذا القل يدفع على فرنسا عندما تقرأ عن شيء قريتا قال لي لماذا تهدر على الذين الذين في فرنسا لماذا تهدر عليهم؟ تنهار الذي تكون على بابك فرنسا الذي يكتبها لك بابك والجدك الله يبقها لك الله يبقها لك الله يحلها لك وأشارت ذات مصادر إلى أن الفارق أرسونال الإنجليزي قد ينسحب من الصراع القائم حول هذه الموهبة خلال الفترة التحويلات الصيفية القادمة والسبب هو اشتيرات إدارة ليون ما لا يقل عن 70 مليون يورو من أجل تصريح اللعاب وهي القيمة المالية التي لن يستطيع أرسونال دفعها في الوقت الراهن خاصة في ظل الأزمة المالية التي ضربت مؤخراً جراء انتشار فيروس كورونا رغم حاجاته للعاب بإمكانية عوار لتعويض الألماني مسعود أزيد في خط وسط ميدان يعني نقولوا بلي أكتشو كيفاش أكتشو كيفاش أزمة يضربة مونت كامل الأزمة يضربة مونت كامل ما يش ضربة واحد لزوج باش يكون على باكم هي ضربة مونت كامل أزمة وين يسير وين يسير عوار الموهبة الجزائرية النجم الجزائري بخطة ثابتة نحو مغادرة ليو الفرنسي في فترة انتقالات المقبلة بعد أن صار جاهز للراحيل وتدعيم خزائن الفريق الحالي بقيمة مالية مهمة ستدفع ستدفع الأندية الأوروبية الكبيرة التي تصل على ضمه في الوقت يقدم اللعاب يقدم اللعاب يقدم اللعاب موسم مميز في ليو رغم معاناة النادي في البطولة الفرنسية كما تعلق بشكل لافت خلال الثمن النهائي رابطت أبطال أوروبا أمام نادي جوباديس الإيطالي ليصبح محل سيراء عدة أندية حسب تأكيد الصحيفة صحافة فرنسية إنجليزية ألمانية إيطالية إسبانية يعني كل الصحافة تكلمت عليه هكتوب لعاب في فرنسا باين ستشيروح يحوز في الأراضي الف اكتار في تياد الف اكتار في تياد هذه اللي بانت هذا لما بانوش ربي رهداري وزادت قدرة عوار على الشغل عدة مناصب هجومية كلعاب خط وسط ميدان يربط بين الخطوط الإضافية إضافة إلى قدرته على صناعة اللعب حماس جل الأندية الأوروبية في ظمه إذ من المرتقب أن تكون فترة انتقالات الصيفية المقبلة حاسمة في مشوار صاحب الواحد وعشرين سنة آه يا زاتي 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 متمنين عوار على بلك يا ودي غي كذبونا كما وخلوا عوار يجي الجزائر متمنين عوار ما يجيش الجزائر فطوحوا ما يخرجوا عندهم الحق الله بارير وتنتظر الأندية جميعا سوق الانتقالات الصيفية المقبلة الذي من ممكن أن يتم تأجيله من قبل اتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب عدم انتهاء منافسات المحلية والقرية في أوروبا لكن من المؤكد أن سيكون ساخن بين الكبار الأندية الذي يريدون خطف الموهبة الجزائرية يعني موهبة الجزائرية نجم الجزائري حسام عوار ويذكر أن عوار قد انضم إلى أكاديمية أولمبيك ليون في عام 2009 عندما كان يبلغ من عام يبلغ من 11 عام وتدرج بعدها بجميع الفئات العمرية للفريق الفرنسي حتى وصل للفريق الثاني في عام 2015 ولعب معهم في 22 مباراة سجل فيها أربع أهداف ليسبح بعدها لعب بالتشكيلة الأساسية للفريق الأول منذ 2017 يعني كان جاي يهودي كان جاي يهودي وخلوا الحادي يهودي كان جاي احنا على بلق بناصر منع وآدمل والناس منع كانوا غادي ما يجوش هذا منعه كانوا غادي ما يجوش مزيه يقول مزيه مزيه زدتي مكاش كوكان زدتي والجماعة والربعة والله العظيم والله مكا غادي يجي هذه خلينا سمحونا بغيت نكمية ودعم على ذي تمناوا إن شاء الله بربي حسام عوار يكون في الجزائر تمناوا عدلي يكون في الجزائر تمناوا لعابين هذو يكونوا في الجزائر تمناوا إن شاء الله بربي تمناوا وعندما يكون في الجزائري نتمنى من تلعب الجزائري كوبديموت قارو قهوة محطوطة بريس نحس باللي نتفرج في الكيمناسيون هذي نحوص على الكيمناسيون التحية الجزائري وسمعوا زدتي مخلي عوار ويدفي الف اكتار زدتي آي شو شو كلاب كيجي زدتي مخلي عوار ويدفي الف اكتار زدتي التعلافاف زدتي التعلافاف اللي تعطي له اللجنة الولائية تعني بيينو له الحقائق الحقائق اللي يعني اللي بلسير اللي بلين اللي دارهم هنا بيدير زدتي يدي الف اكتار يدي الف اكتار في الله في الله في الله في الرشاقة في المنطقة اللي تتسمى الرشا الرشا والمزبول الرشاقة هذي يعني راها لولا وطنيا فيها وخيرات ربي حقائق المنطقة النشغة Left León ويديぐ ألف وقتار للسدشي ا하하 ميناء يشو الدولا ويديو الف اكتار للسدشي ها ميناء المنطقة ويديو ألف اكتار للسدشي عوام